تحتفل الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وسط ظروف استثنائية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يوافق السادس والعشرين من يونيو من كل عام نعم هي مناسبة مهمة لإبراز الجهود الأمنية والمجتمعية لمكافحة خطر المخدرات بهدف الوصول إلى مجتمع خالي من هذه الآفة تحتفل الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أما للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية في السادس والعشرين من كل عام باليوم العالمي لمكافحة المخدرات حاصة أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا منذ إطلاقها الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إن مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية فبجانب الدور الأمني هناك أدوار متعددة للمؤسسات التربوية والتعليمية والإعلامية في مجال تحصين النشأ مما تشكله المخدرات من مخاطر اجتماعية وصحية واقتصادية وتمذي الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في طريقها الصحيح لتحقيق الأهداف المرجوة وذلك بأن وعي أفراد المجتمع وحده قادر على تجاوز كافة التحديات